السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعي الكرام حلاكم الله. اليوم معنا طريقة تحويل الاموال من تركيا الى خارج تركيا او من تركيا لأي دولة ثانية عن طريق حسابنا البنكي او العكس او استقبال من اي دولة الى حسابنا البنكي. طبعا الفكرة واحدة على نفس البنوك تقريبا. نحن رح نتحدث حاليا عن بنك تركيا فيناس. كيف تحول هاي الاموال من تركيا لخارج تركيا بكل سهولة من دون اي تعقيد. بسم شي نفتح حسابنا بتركيا فيناس او اي تطبيق كنت تستخدم. تروح على الخيار اسمه تحويل المال او بارات ترانسفير. تقوم باللغط عليها. راح يطلع لك عدة خيارات. طبعا تركيا فيناس هنشرحت كيفية استخراج الكرت البنك وما هي ميزاته. راح نتكلم عنه ان شاء الله بالفترة القادمة اكثر. بعدين تروح على كلمة تحويل للعملات الكترونية. تختار الخيار هذا. بعد ما اخترت الخيار هذا راح يعطيك التحويل الى المشتري مسجل الدولي. او التحويل باستخدام رقم البنك او رمز تعريف البنك. نختار ثالث خيار اللي هو رمز البنك. مثل مشايفين هون راح يتحدد البلد ما هي البلد اللي انت بدك تقوم بتحويل الاموال اليها. مثلا نختار احنا. مثلا انت بدك تحول من تركيا مثلا الى نختار المانيا مثلا او اي دوقت. احنا راح اختار مثلا مدركيا الى اه الامارات المتحدة. ما بدنا نضيع وقت بالفيديو اكثر. بعدين هون يقول لك حط رقم الايبان اللي بدك تحول للشخص. نقطة مهمة جدا جدا. لازم يكون الشخص عنده حساب باليورو او بالدولار. تمام? ما يصر تحوله انت بالليرة لحسابه هو. لازم يكون هو فاتح حساب باليورو او بالدولار. وانت تحول له من حسابك باليورو او بالدولار. شرحت كيف تفتح انت حساب باليورو او بالدولار. تمام? تحط هون رقم حسابه يلي اه بالدولار او اليورو. تمام? وانت لازم يكون نفس الحساب تتصل من دون اي مشكلة. بعد ما حطينا ايبان شخص هون تحط رمز تحويل البنك يعني رمز السوفت كود. هذا السوفت كود. من وين اجيبه? تروح على جوجل تكتب مثلا الرمز البريدي او رمز السوفت مثلا البنك اه تركيا فيناس. او مثلا البنوك يلي هو يستخدمها بالامارات تحط اسم البنك. زي تكتب على جوجل رمز السوفت وراح يطلع لك هو مكون من اه ارقام واحرف. تحط الرقم هذا اه يكون بشكل صحيح بالخيار الثاني هذا. تقوم بوضع هنا. بعدين هنا تحط الاسم او الكنية للشخص مثل ما موجود بالحساب. وبعدين تقدر تكتب عنوانه. لازم تحط عنوان الشخص اه يلي اه وين ساكن بالضبط. يكون باللغة الانجليزية افضل. تمام? بس. وتعطيه متابعة. تختار بعده المبلغ اللي بدك تحاوله انت من الحساب الدولار او اليورو. وبعدين تعطيه تأكيد. والعملية تم من ثلاثة الى خمس ايام من اجل اه تصل للشخص الثاني من غير بلد. يعني حسب يعني اه سرعة البنك يلي بده يستلمها. ترمع لكم من ثلاثة الى خمس ايام. ماكسيما عشر ايام تكون عنده الحوالة. هاي طريقة تحويل من تركيا الى خارج تركيا. اذا بدك تستقبل انت بس تقوم بارسال للشخص معلوماتي اللي هي رقم حسابك بالدولار او باليورو. مثل مجايفين هنا نفوت على الحسابات. حسابات انا ذكرت كيف تشرح تفتح حساب باليورو او بالدولار او باي عملة كانت بكل سهولة. بعدين راح نختار حساب اللي هو اللي بدنا نحول به مثلا انا عندي حساب دولار. بدي حولوله على حساب الدولار اختاره مثلا. تمام? وتقوم بوضع الثلاثة نقاط اللي عليه صار. بعدين تعطيه اه ارسال لرقم الحساب المصرف الدولي. تمام? تعطيه مشاركة هذا الحساب. هذا رقم الحساب. وهنا رقم الايبان. هنا اسم المستخدم. تعطيه مشاركة للشخص. تمام? وتنطيع عنوانك انت مثل ما موجود. يكتب باللغة انجليزية. تمام? وبعدين هو يقوم بارسالك ويرسلك الفاتورة او الوصل. اشعار التحويل. وقلت لك من ثلاثة الى خمس ايام الى عشر ايام. وتكون الحوالة عندك من دون اي مشكلة. هاي بالنسبة له ارسال واستقبال الحوالات من خارج وداخل تركيا. يعني انت كنت بدك تستقبل حوالة من خارج تركيا او بدك ترسل انت عفوا من خارج تركيا ايضا الى اي بنك بالعالم عن طريق تركيا وبينس او اي بنك ثاني. هاي الطريقة الصحيحة والسهلة وما بيها اي تعقيد ان شاء الله. واذا تكون اي سؤال او سفسر او حابين نتكلم عن موضوع ثاني. كنت بلنا بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.